3 حركات مخفية بالواتس اوب لازم تعرفوهن بس تدخلو على الواتس اوب ان كان العادي ولا ان كان الاعمال اي شخص بيكون باعتلكون مقطع صوتي او صورة او فيديو تقدروا تشوفوهن او تسمعوهن من دون ما يبين عندو انو انتو شفتو هيدا المساجات هيدا الشخص باعتلي 3 مساجات 3 رسائل مقطع صوتي وصورة وفيديو انا هلأ رح اسمع المقطع الصوتي وكمان شوف الفيديو وشوف الصورة من دون ما يبين عندو لهيدا الشخص المقطع الصوتي بيكبس على البحث بالدردشات برجع بدخل على المقطع الصوتية بتلاحظوا انا عندي كزا مقطع صوتي مش سامعون باللون الاخضر عندي هيدا الاسم بيكبس على المقطع الصوتي الخاص فيه بلاحظين هلأ انا سمعت المقطع الصوتي بيكبس على الغاء متل ما لاحظته المساجات ما تغيرت يعني بعدو المقطع الصوتي ما بين عندو انا سمعتو هلأ إذا أنا بدي شوف الصورة أو الفيديو هلأ على اسمه بسحب من اليسار على اليمين برجع بيكبس على المزيد وبدخل على معلومات جهات الاتصال وبيكبس على وسائط وروابط ومستندات بتلاحظوا ببين عندي الصورة اللي هو بعتها بيكبس عليها بشوفها للصورة وبرجع بسهم لورا كمان هيدا الفيديو هو بعتلي اياه بدخل عليه وبحضر الفيديو كمان برجع بسهم لورا بتلاحظوا المساجات بعدها ثلاثة ما انفتحت ولا مساج وما بيان عنده ان انا شفت كل هيدا المساج هلأ بدخل على اسمه لفرجيكم هين بزيتهم المساجات متل ما لاحظتوا هيدا المقطع الصوتي وهيدا الصورة وهيدا الفيديو اللي هو بعتليه هيدا الشخص هلأ بس سمعتون وشفت الصورة والفيديو راحت المساجات الثلاثة واذا كنتوا باي محادسة وحبين تدخلوا مباشر على تطبيق الصور كل عليكم بالمحادسة بتقبسوا كبسي مطولي على اشارة الزائد متل ما لاحظتوا فورا اخدني على تطبيق الصور ترجمة نانسي قنقر